بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة معكم دكتور محمود حسين لاستكمال قرص الصائل السبليزيشن في المستوى العاشر لكلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك خالد النهاردة إن شاء الله هنبتدي في شابتر 6 واللي هو سلوب ستابلتي أو ثبات الميل البارت 1 في شابتر 6 عبارة عن تعريف الميل بنقول معنا هذا الكلام نحن عندنا الجسور اللي بتنشأ من أجل السيارات ومن أجل الطرق والكباري كذلك طرق السكك الحديدية والأيرس دامز أو السدود الترابية بتقابل المهندس المدني كثيرا في أشغاله بنقول معنا هذا الكلام ثبات الجسور والحفر غالبا بنسميه سلوبس ويعتبر تحليله ضد الانهيار من أهم مهام المهندس المدني عندنا فيه نوعين من السلوبس فيه ناترال سلوبس وفيه عندنا السلوبس الارتفيشال أو اللي الإنسان بيعملها يعني طب ما هي أسباب انهيار الناترال سلوبس أو الميول الطبيعية؟ أول سبب change of stresses by يعني بيحصل تغيير في الإجهادات بسبب adding loads at top of the slopes يعني أنا عندي سلوبس بشكل كده ما فيش أي مشاكل فيه وبعدين وضعنا عليه load هنا فزودت السلوبس فممكن يحصل انهيار نمبر بي increasing of the angle of slopes يعني أنا عندما أفكر في عمل هذا الميل فهو له زاوية اسمها بيتا فالبيتا ديت ممكن تكون كبيرة جدا لدرجة إنه ممكن يحصل انهيار بسبب زيادة في الإجهادات أو exification أو exificating at the toe of slopes يعني أنا وجد حفرت في الأدم بتاع السلوبس ده فبيزودة الاستريس فيحصل انهيار السبب الثاني إنه ممكن يحصل increase في poor water pressure by rainfall or rise of ground water table يعني لو حصل إنه ده منسوب المياه الأرضية وارتفع هنا ده ممكن يسبب انهيار في الميل بتاعي decreasing shear strength of soil يعني نقص في مقاومة القص للتربة طيب هذا يحدث بسبب إيه؟ يحدث withering factors يعني بسبب العوامل الجوية migration of fine particles يعني هروب الحبيبات النعمة عن طريق السيبيتج water change of mineralogical composition of the soil يعني حصل تغير في التركيب المعدني للسايل opening and softening of fissures or progressive increase of shear deformations يعني حصل زيادة في التشوه الناتج عن الشير كل ده بيسبب زيادة في الشير أو نقص في الشير strength بتاعة السايل تؤدي إلى انهيار الميل السبب اللي بعد كده اللي هو dynamic effect اللي هو التأثير الديناميكي وده بيأتي منين من earth quick أو explosive of pile driving يعني عن طريق الزلازل أو وانت بتبتدي عايز تنفذ خوازيء بالدأ فممكن يحصل انهيار نتيجة dynamic effect أما empankments اللي هي تعتبر ميول انشئت عن طريق الانسان نفسه فده ممكن تنهار بسبب ايه يعني يعني أنا عندي هنا empankment الصويل اللي هنا حصل لها زيادة عليها زيادة اجهادات عليها قدت إلى انهيارها فيبتدي ينهار ال empankment sudden drawdown of upstream water level in ircdam يعني او ده ircdam وحصل انخفاض مفاجئ في المية اللي بيتحجزها أو اللي بيحجزها السد حصله انخفاض سريع أو مفاجئ ممكن يحصل انهيار للميل أو dynamic effect زي ما انت شايف بعض الصور نتيجة dynamic effect حصل انهيار شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة